الفصل الحادي عشر احتجاج الامراء كان الاحتجاج الذي قدمه الامراء المسيحيون في المانيا في مجمع سبايرز في عام 1529 شهادة من انبل الشهادات التي قدمت لصالح فترة الاصلاح وقد ضمنت شجاعة رجال الله اولئك وامانهم وثبتهم للاجال التالية حرية الفكر وحرية الضمير وقد اطلق احتجاجهم على الكنائس المصلحة اسم بروتستانت اي المحتجين والمبادئ المذكورة في ذلك الاحتجاج هي جوهر البروتستانتية لقد حل على الاصلاح يوم ظلام ووعيد فعلى الرغم من منشور وارميس الذي فيه اعلن ان لوثر صار طريد القانون وحرم نشر تعليمه او معتقداته فقد ساد التسامح الديني الى هذا الحين في ارجاء الامبراطورية واوقف الله القوات المناوئة للحق عند حدها كان شارل الخامس قد عقد العزم على صحق الاصلاح ولكن في احيان كثيرة كلما كان يرفع يده ليضرب كان يضطر الى تحويل الضربة بعيدا ومرارا كثيرة كان يرى ان الهلاك المباشر السريع لكل من تجرأ على مقاومة روما امر لا مفر منه ولكن في اللحظة الحارجة كانت جيوش الاتراك ترى على حدود البلاد الشرقية او كان ملك فرنسا او البابا نفسه الذي كان يغار من عظمة الامبراطور المتزيدة يشن عليه الحرب وهكذا في غمرة منازعات الامم وضوضائها ترك الاصلاح ليتقوى ويمتد ومع ذلك فان الولاة البابويون كانوا قد اخفوا ضغائنهم حتى يستطيعوا ان يتكاتفوا ضد رجال الاصلاح كان مجلس سبايرز الذي انعقد في عام 1526 قد منح لكل ولاية الحرية التامة في الشؤون الدينية الى ان يجتمع المجلس العام ولكن ما انزال الخطر الذي بسببه صدر هذا التصريح حتى استدعى الامبراطور المجلس ليلتائم مرة ثانية في سبايرز في عام 1529 لاجل صحق الهرتقة وكان لابد من استمالة الامراء بالوسائل السلمية ان امكن لينحازوا الى جانب الامبراطور ضد الاصلاح فان لم تفلح هذه الوسائل كان شارل مستعدا لان يحارب بحد السيف ابتهج البابويون لذلك كثيرا فقد حضر الى سبايرز عدد غفير منهم وجهروا بعدائهم لرجال الاصلاح وكل من حبذوا اعمالهم او قبلوا مبادئهم وقد قال ميلانكثون اننا لعنة ونفاية العالم لكن المسيح سينظر من عليائه الى شعبه المسكين ويحفظهم وقد حرم على الامراء الانجليين الذين خضروا المجلس ان يسمحوا بان ينادى بالانجيل حتى في مساكنهم الان شعب سبايرز كانوا عطشا الى كلمة الله فعلى رغم هذا النهي تقاطرت الاف منهم الى الخدمات التي كانت تقام في كنيسة منتخب ساكسونيا هذا الامر عجل بحلول الازمة فقد صدرت من قبل الامبراطور رسالة تقول للمجلس انه لكون القرار الذي منح الشعب حرية الضمير قد نجم عنه الشغب والاضطراب فان الامبراطور ينوي الغاءه فاثار هذا التصرف التعسفي غضب المسيحيين الانجليين وفزعهم وقد قال احدهم ههو المسيح يقع مرة ثانية فريسة بين ايدي قيافة وبيلاطس وزادت قصوة البابويين وهياجهم واعلن احد المتعصبين منهم قائلا ان الاتراك خير من اللوثريين لان الاتراك يحفظون ايام الصوم اما اللوثريون فيتعدونها فلو كان لنا ان نختار اما كتاب الله المقدس او الضلالات المتوطنة قديما في الكنيسة فلابد ان نرفض الكتاب المقدس وقال ملانكيثون في كل يوم وفي وسط المجمع كله يقذفنا فابر نحن المتمسكين بالانجيل بحجر كان تسامح الديني قد تثبت بحكم القانون وقد عزمت الولايات الانجيلية على مقاومة كل اعتداء على حقوقها واذ كان لوثر لا يزال تحت الحرمان الذي قد اوقعه عليه مرسوم وورمس فلم يكن مسموحا له بالذهاب الى سبايرز فحل في مكانه زملائه الامراء الذين قد اقامهم الله للدفاع عن حقه في تلك الحالة الطارئة كان فريدريك منتخب ساكسونيا النبيل الذي حمى لوثر من قبل قد مات فرحب بالاصلاح وبفرح اخوه الضوق جون الذي صار حاكما من بعده ومع انه كان من دعاة السلام فقد ابدى نشاطا وشجاعة عظيمين في كل المسائل المتعلقة بمصالح الايمان مواجهة الازمة في سبايرز طلب الكهنة ان تخضع الولايات التي اعتنقت الاصلاح لسلطان روما خضوعا كاملا ومن الناحية الاخرى تمسك المصلحون بحقهم في الحرية التي قد منحت لهم من قبل ولم يرضو بان تعود روما لتبسط سلطانها على تلك الولايات التي قد قبلت كلمة الله بفرح عظيم وقد اقترح اخيرا حل وسط مفاده انه في الاماكن التي لم ترسخ فيها قدم الاصلاح ينبغي تنفيذ مرسوم وورمس بكل دقة وصرامة وفي الاماكن التي انحرف الناس فيها عن الاصلاح والتي لا يمكن قبوله فيها من دون خطر نشوب ثورة ينبغي لهم على الاقل ان لا يقوم باي اصلاح جديد وينبغي ان لا يلمحوا الى اية نقطة هي موضوع جدل ويحضر عليهم مقاومة الاحتفال بذبيحة القداس وعليهم ان لا يسمحوا لاي كاثوليكي باعتناق المذهب اللوثرية وقد اقر المجلس هذا الاجراء الذي رضي به الكهنة والاساقفة بغبطة عظيمة فلو نفذ هذا المنشور لما كان يمكن للاصلاح ان يمتد اذ لم يكن معروفا بعد ولما امكن ارساؤه على اسس راسخة حيث كان موجودا من قبل وكانت تحرم حرية الكلام ولم يكن يسمح بانضمام متجددين اليهم وقد طلب من اصدقاء الاصلاح ودعاته الخضوع لهذه القيود والنواهي في الحال فبدى وكأن امال العالم توشك ان تنطفئ ان رسوخ قدم الحكومة البابوية من جديد لابد ان يعيد الاضطهادات والاهانات القديمة وسرعان ما يعطي المجال للقضاء على ذلك العمل الذي قد طلق هزات عنيفة قضاء تاما بواسطة التعصب والخصومات نتائج عظيمة في خطر وعندما اجتمع الحزب الانجلي للتأمل والتشاور كانوا ينظرون بعضهم الى بعض بفزع وارتباك وجعلوا يتساءلون فيما بينهم قائلين وما العمل ان نتائج عظيمة كانت مستهدفة للخطر هل يخضع رجال الاصلاح ويقبلون المرسوم ما كان اسهل عليهم في هذه الازمة الهائلة ان يأخذوا بمشورة تجعلهم ينهجون نهجا خاطئا وما كان اكثر الحجج المقبولة ظاهرا والاسباب المعقولة التي كان يمكن ان تجعلهم يخضعون لقد اعطي للامراء اللوثريون ضمان لممارسة شعائر ديانتهم بكل حرية كما اعطي هذا الضمان لكل رعاياهم الذين كانوا قد اعتنقوا المبادئ المصلحة قبل اتخاذ ذلك الاجراء افلم يكن ذلك كافيا لهم ما اكثر المخاطر التي سينجون منها لو خضعوا وما اكثر المخاطر والحروب المجهولة التي ستحل بهم اذا هم تمادوا في المقاومة ومن يدري ما هي الفرص السانحة التي يحملها لهم المستقبل علينا ان ننشد السلامة ونمسك بغصن الزيتون الذي تمده لنا روما ونضمض جراح ألمانيا بمثل هذه الحجج كان يتاح للمصلحين ان يبرروا قبولهم السيرة في طريق كان كفيلا بان يقضي على قضيتهم قضاء تاما ولحصن الحظ نظروا وتأملوا في المبدأ الذي بنيت عليه هذه التسوية وتصرفوا بايمان وماذا كان ذلك المبدأ لقد كان من حق روما ان ترغم ضمائر الناس وتحرم التساؤل الحر ولكن ألم يكن من حقهم وحق رعاياهم البروتستانت ان يتمتعوا بالحرية الدينية نعم كان لهم ان يتمتعوا بها كإحسان ومنة مشروطة لاك حق مكتسب ولكن في كل ما كان خارجا عن نطاق تلك التسوية كان ينبغي ان يتحكم مبدأ السلطة العظيم فالضمير لا يؤخذ بعين الاعتبار وكانت روما هي القاضي الذي لا مرد لحكمه والذي ينبغي اطاعته ان قبول تلك التسوية المقترحة كان يمكن ان يكون اذعانا ايجابيا لحصر الحرية الدينية في اقليم سكسونيا المصلحة وحدها اما فيما عدا ذلك من كل بلدان عالم المسيحي فكانت حرية التساؤل والاعتراف بالايمان المصلح مغتبرة جرائم جزاؤها السجن والموت حرقا هل يرضون بحصر الحرية الدينية في نطاق ضيق او يرضون بان يشعى ان الاصلاح لن يكون له مهتدون جدد او انه قد احرز اخر انتصاراته وانه اينما كان سلطان روما وسيادتها في الوقت الراهن فستدوم تلك السيادة وهل كان يمكن ان يتبرأ المصلحون من دماء مئات والوف الناس الذين تبعا لهذه التسوية كانوا سيسلمون ارواحهم في اراض خاضعة لحكم البابوية في تلك الساعة الحرجة العظيمة كان معنى هذا انهم يخونون قضية الانجيل وحريات العالم المسيحي لقد كانوا يفضلون على هذا تضحية كل شيء حتى املاكهم وتيجانهم وحياتهم قال الامراء لنرفض هذا المرسو ففيما يختص بالضمير لا سلطان للاغلبية وقد اعلن المبعوثون قائلين اننا مدينون بالسلام الذي تنعم فيه الامبراطورية لمرسوم عام 1526 فاذا الغي فلابد من حدوث اضطرابات وانقسامات في المانيا ان المجلس عاجز عن عمل اي شيء اكثر من ابقاء الحرية الدينية الى ان ينعقد المجمع ان من واجب الدولة ان تحرص على حرية الضمير وهذا هو مدى سلطانها في المسائل الدينية فكل حكومة علمانية تحاول تنظيم الممارسات الدينية او ترغم الناس على حفظها بواسطة السلطة المدنية انما تضحي بنفس المبدأ الذي لاجله حارب المسيحيون الانجليين وكفحوا بكل شجاعة ولقد عقد البابويون العزم على القضاء على ما اسمه عنادا جريئا وبدأوا بمحاولة ايقاع الانقسامات بين معاضد الاصلاح وبادخال الخوف الى قلوب من لم يجاهر بمناصرته اخيرا دعي ممثل المدن الحرة للمثول امام المجلس وطلب منهم اعلان ما اذا كانوا يرضون بشروط الاقتراح ام لا فطلبوا التأجيل لكن طلبهم رفض وعند الامتحان وقف ما يقرب من نصف عددهم يناصرون المصلحين والئك الذين رفضوا تضحية حرية الضمير وحق الفرد في ان يكون له حرية رأي عرفوا جيدا ان تصرفهم سيجعلهم هدفا للانتقاد والادانة والاتهاد وقد قال احد المندبين علينا اما ان ننكر كلمة الله او ان نحرق وقفة الامراء المشرفة رأى الملك فردناند الذي ناب عن الامبراطور في حضور المجلس ان المرسومة قد تنجم عنه قسامات خطيرة ما لم يقتنع الامراء بقبوله وتأييده ولذلك لجأ الى قوة الاقنع اذ كان يعلم جيدا ان الالتجاء الى العنف والقوة مع مثل اولئك الرجال لن يزيدهم الا اسرارا ولذلك التمس من الامراء قبول المرسوم مؤكدا لهم ان ذلك سيجعل الامبراطور راضيا عنهم غاية الرضا لكن هؤلاء الرجال الامناء كانوا يعترفون بسيادة اعظم واسمى من سيادة الحكام الارضيين ولهذا اجابوه براسانة اننا مستعدون لان نطيع الامبراطور في كل ما يقول الى اقرار السلام وتمجيد الله واكرامه اخيرا اعلن الملك امام المجلس قائلا للمنتخب واصدقائه ان المرسومة اوشك ان يصبح في صورة ارادة امبراطورية وانه لم يبقى امامهم الا الخضوع للاغلبية قال هذا ثم انسحب من المجمع وبذلك لم يعطي للمصلحين مجالا للمداولة او التشور او حتى تقديم جواب وعبثا ارسلوا وفدا الى الملك ليتوسلوا اليه ان يعود اجابهم قائلا لقد بات الامر مقررا ولذلك فلم يبقى امامكم الا الخضوع كان رجال الحزب الامبراطوري مقتنعين ان الامراء المسيحيين سيظلون متمسكين بالكتاب المقدس على انه اسمى من العقائد والتعاليم البشرية ومطالبها كما كانوا علمين ايضا انه اينما اعتنق الناس هذا المبدأ انهار سلطان الباباوية ولكنهم كغيرهم من الاف الناس منذ ذلك الحين اذ كانوا ينظرون الى الاشياء التي ترى كانوا يخدعون انفسهم قائلين ان دعوى الامبراطور والبابا قوية اما دعوى المصلحين فضعيفة ولو استند المصلحون الى المعونة البشرية وحدها لاصبحوا عاجزين كما قد ظنهم البابويون ولكنهم مع قلة عددهم ومع انهم كانوا منشقين على روما كانت لهم قوتهم لقد استأنفوا من قرار المجلس الى كلمة الحق ومن الامبراطور شارل الى يسوع المسيح ملك الملوك ورب الارباب لما رفض فردناند الالتفات الى اقتناعات الامراء المستقيمة السليمة صمم اولئك على تعليق اهمية كبيرة على غيابه بان يقدموا احتجاجهم امام المجلس الوطني من دون ابطاء ولذلك كتبوا بيانا رسميا وقدموه الى مجلس الامة وهذا ما جاء في عريضتهم اننا نحتج في عريضتنا هذه امام الله خالقنا وحافظنا وفادينا ومخلصنا والذي سيكون دياننا في يوم ما كما نحتج ايضا امام كل الناس وكل الخلائق اننا نحن بالاصالة عن انفسنا وبالنيابة عن رعايانا لن نقبل او نتمسك بما جاء في الامر الصادر اذا كان يخالف ارادة الله ويناقض كلمته المقدسة وضمائرنا المستقيمة وخلاص نفوسنا ما هذا انصادق على هذا المرسوم هل نجزم انه عندما يضع الله القدير انسانا لمعرفته لا يستطيع هذا الانسان ان يقبل معرفة الله بسبب المرسوم لا تعليم اكيد الا اذا تطابق وكلمة الله الرب ينهان عن قبول اي تعليم اخر غير تعليمه واقوال الله المقدسة ينبغي ان توضحها ايات اخرى اكثر وضوحا ان الكتاب المقدس ضروري في كل شيء للمسيحي وفهمه امر ميصور وهو يعتبر انه يبدد الظلمات لقد عزمنا بنعمة الله على حفظ البشارة النقية القاطعة بكلمة الله وحدها كما هي مدونة في اسفار العهد القديم والعهد الجديد من دون ان نزيد عليها شيئا اخر يناقضها ان كلمة الله هي الحق وحده وهي القانون الاكيد لكل تعليم ولكل حياة ولا يمكنها ان تخذلنا او تخدعنا فالذي يبني على هذا الاساس سيصمد امام كل قوات الجحيم في حين ان كل الاباطيل البشرية التي تقف ضد الكتاب ستسقط امام وجه الله فلهذا السبب نحن نرفض حمل النير المفروض علينا ونحن في الوقت نفسه ننتظر من جلالة الامبراطور ان يعاملنا كسيد مسيحي يحب الله فوق كل شيء واننا نعلن اننا مستعدون ان نقدم لجلالته ولكم ايها السادة الاجلاء المحبة وطاعة التين هما واجبنا الشرعي العادل تأثر اعضاء المجلس تأثرا عميقا وقد ملأت الدهشة والفزع قلوب غالبيتهم بسبب جرأة اولئك المحتجين فبدى المستقبل امامهم عاصفا وغير مأمون او مضمون وكأن الانقسامات والخصومات وسفك الدماء امور لا مفر منها لكن المصلحين اذ كانوا وثقين من عدالة قضيتهم ومستندين الى ذراع الله القدير امتلأوا شجاعة وثباتا ان المبادئ المتضمنة في هذا الاحتجاج الشهير اجتملت على جوهر البروتستانتية فهذا الاحتجاج يقاوم اثنين من المساوئ التي يرتكبها الانسان ضد الامور المختصة بالايمان اولهما تهجم الحكام المدنيين والثاني سلطة الكنيسة الاعتباطية البروتستانتية ترفع سلطان الضمير فوق الحكام بدلا من هذه المساوئ وترفع كلمة الله فوق الكنيسة المنظورة فهي اولا ترفض تدخل السلطة المدنية في الشؤون الالهية وتقول مع الانبياء والرسل ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس وامام تاج الامبراطور شارل الخامس يرفع اكليل يسوع المسيح ولكنها تذهب الى ابعاد من ذلك فهي تقدم هذا المبدأ القائل بان كل تعليم البشرية ينبغي ان تخضع لاقوال الله وتقف صاغرة امامها وفوق هذا فقد اكد اولئك المحتجون ان لهم الحق في المجاهرة باقتناعتهم بالحق بكل حرية فهم لن يؤمنوا ويطيعوا كلمة الله وحسب بل وسيعلمونها ايضا للناس وقد انكروا على الكهنة والحكام حق التدخل كان الاحتجاج المقدم للمجلس في سبايرز شهادة احتفالية ضد التعصب الديني وتأييدا لحق كل الناس في عبادة الله بموجب ما تمليه عليه ضمائرهم تبني الاحتجاج قدم ذلك البيان ونقش في عقول الاف الناس كما سجل في اصفار السماء حيث لن يستطيع بشر ان يمحوه وقبلت كل المانيا الانجلية هذا على انه تعبير عن ايمانها وعقيدتها وفي كل مكان كان الناس يرون في هذا البيان بشيرا بعصر جديد افضل وقد قال احد الامراء البروتستانت في سبايرز ليحفظكم الله القدير الذي اعطاكم نعمة لتقديم هذا الاعتراف بهذه الشجاعة وهذا النشاط وهذه الحرية ليحفظكم في ثباتكم المسيحي الى يوم الدين لو ان الاصلاح بعد هذا القدر من النجاح الذي احرزه رضي بمسايرة الظروف للحصول على رضا العالم لبرهن على خيانته وتنكره لمبادئه ولكن في ذلك القضاء التام عليه ففي اختبار هؤلاء المصلحين النبلاء درس نافع لكل الاجيال تالية وطريقة الشيطان في مقاومته لله وكلمته لم تتغير وهو في هذه الايام لا يزال يحارب الكتب المقدسة لكونها مرشد الانسان في حياته كما كان يفعل في القرن السادس عشر في ايامنا هذه انحرف الناس بعيدا من تعليم الكتاب وفرائده وذلك فهم بحاجة الى الرجوع الى المبدأ البروتستانتي العظيم الكتاب المقدس وحده كقانون للإيمان والأعمال والشيطان لا يزال يستخدم كل وسيلة تحت يده للقضاء على الحرية الدينية ان ذلك السلطان المضاد للمسيح الذي قد رفضه اولئك المحتجون في سبايرز يحاول الآن بقوة ونشاط جديدين ان يستعيد سيادته الضائعة وان التمسك ذاته بكلمة الله الذي لا ميل فيه ولا الحراف والذي تجلى في تلك الازمة التي حلت بالاصلاح هو الرجاء الوحيد للاصلاح في هذه الايام مجال ضيق للهرب وقد ظهرت بعض بوادر الخطر الذي هدد البروتستانت كما ظهرت ايضا بوادر تدل على ان يضى الله قد امتدت لحماية الامناء ففي تلك الاثناء قاد ميلانكيثون صديقه سيمون كرينايس في شوارع سبايرز بعجلة عظيمة والحى عليه ان يعبر نهر الرين اندهش كرينايس من هذا التصرف وهذا الاندفاع فقال له ميلانكيثون ان رجلا شيخا وقورا لا اعرفه ظهر امامي فجأة وقال لي ان فردناند سيرسل بعد لحظات بعض الضباط للقبض على كرينايس في ذلك اليوم كان فابر احد الاساتذة البابويين المشهورين قد افترى على كرينايس في عظة القاها وفي نهايتها اعترض عليه لكونه قد دافع عن الضلالات الشنيعة وقد قدم فابر غضبه ولكنه في الحال توجه الى الملك الذي اعطاه امرا ضد استاذ هيدلبرغ الملح ولم يشك ميلانكيثون ان الله قد انقض صديقه بكونه ارسل احد ملائكته القدسين لتحذيره واذ كان ميلانكيثون واقفا ساكنا على شاطئ الرين ظل منتظرا حتى انقضت مياه ذلك النهر كرينايس من مطهدي فاذ رآه على الشاطئ الاخر صاح قائلا اخيرا نعم اخيرا افلت من ايدي اولئك المتعطشين لسفك الدم الزكي ولما عاد ميلانكيثون الى بيته قيل له ان بعض الضباط قلبوا بيته رأسا على عقب بحثا عن كرينايس المجمع في اوكسبيرغ كان الاصلاح سيزيد عظمة وسموا في نظر عظماء الارض فالملك فردناند رفض سماع اقوال الامراء الانجليين ولكن ستمنح لهم فرصة فيها يعرضون قضيتهم امام الامبراطور واخبار الكنيسة ورؤساء الدولة المجتمعين فلكي يسكن الامبراطور شارل الخامس الخصومات والفتن قام في السنة التالية بعد احتجاج الامراء المقدم في سبايرز باستدعاء المجلس ليلتائم في اوكسبيرغ واعلن انه سيرأسه بنفسه وقد دعي الرؤساء البرتستانت للذهاب الى هناك كان الاصلاح مهددا بمخاطر عظيمة لكن المدافعين عنه وضعوا قضيتهم بين يدي الله وتعهدوا بان يظلوا ثابتين في جانب الانجيل وقد الاح مشير منتخبي سكسونيا عليه بعدم حضور المجمع وقالوا له ان الامبراطور قد طلب من الامراء ان يحضروا لكي يوقعهم في الشرك ثم قالوا اليست مجزفة بكل شيء ان يحبس الانسان نفسه في داخل اسوار مدينة ومعه عدو جبار لكن اخرين اجابوا بكل نبل قائلين ليتصرف الامراء بشجاعة فتنجو قضية الله وقال لوثر ان الله امين ولن يتركنا فخرج المنتخب قاصدا اوكسبيرغ يحيط به رجال حاشيته وكان الجميع عالمين بالمخاطر التي تتهدده وكثيرون تقدموا الى الامام ووجههم عابسة وقلوبهم مضطربة لكن لوثر الذي صار معهم يشيعهم الى كوبرغ انعش ايمانهم الخائر اذ انشدت ترنيمة التي كتبها في اثناء تلك الرحلة وهي القائلة الله ملجأ لنا وقوة فكانت تلك الترنيمة الجميلة سببا في تبديد فزع اولئك المسافرين ومخاوفهم واعادة البهجة الى قلوب المحزونين منهم اذ الهمتهم الرجاء والشجاعة اما الامراء المصلحون فقد عقدوا عزمهم على ان يضعوا بيانا بآرائهم بشكل منهجي ومنصق ويرفقوا به الادلة الكتابية لكي يقدموه امام المجلس واسند امر اعداده الى لوثر وميلانكثون وشركائهما وقد قبل البروتستانت هذا الاقرار على انه شرح لايمانهم واجتمعوا ليكتبوا اسماءهم على تلك الوثيقة المهمة كان ذلك الوقت خطيرا وشقا وكان المصلحون مهتمين بان لا تختلط قضيتهم بالمشاكل السياسية واحس بان الاصلاح ينبغي ان لا يمارس اي تأثير او قوة او نفوذ غير ما ينبعث من كلمة الله فاذ تقدم الامراء المسيحيون ليوقعوا على ذلك الاقرار تدخل ميلانكثون قائلا ان علماء اللهود والخدام القصاوسة هم الذين يقترحون هذه الامور فلنحتفظ بسلطة عظماء الارض للشؤون الاخرى فاجابه جون منتخب ساكسونيا قائلا لسمح الله ان تقصيني فلقد عقدت العزم على ان افعل الصواب من دون ان اضطرب خوفا على تاجي اني اطوق الى الاعتراف بالرب ان وظيفتي كمنتخب ومنصبي ليس شيئا بالنسبة الى صاليب يسوع المسيح ومعدما قال هذا وقع امضاءه وقال امير اخر وهو يمسك بالقلم اذا كانت كرامة ربي يسوع المسيح تقتضيني ان اترك اموالي وحتى حياتي فسافعل ذلك عن طيب خاطر واستأنف كلامه قائلا اني افضل بالاحرى ان انبذ رعاياي واتخلى عن املاكي واترك ارض ابائي واجدادي ولا شيء بيدي غير عصاي على ان اقبل تعليما اخر غير ما تضمنه هذا القرار هكذا كان ايمان رجال الله اولئك وجرأتهم اعظم يوم في الاصلاح جاء الوقت المحدد للوقوف امام الامبراطور فاذ كان شارل الخامس جالسا على عرشه يحفو به المنتخبون والامراء امر بان يمثل امامه المصلحون البروتستانت ثم قرئ اقرار ايمانهم ففي ذلك المحفل الجليل الوقور عردت حقائق الانجيل بكل وضوح كما اشير الى اخطاء الكنيسة البابوية وحسنا قيل عن ذلك اليوم انه اعظم ايام الاصلاح ومن امجد الايام في تاريخ المسيحية والجنس البشرية قبل ذلك بسنين قليلة وقف راهب ويتنبرغ وحيدا امام المجلس الوطني اما الان فها اشرف امراء الامبراطورية واقواهم ينوبون عنه كان محرما على لوثر ان يذهب الى اوكسبيرغ لكنه كان حاضرا باقواله وصلواته وقد كتب يقول اني فرح جدا لاني عشت الى هذه الساعة التي فيها تمجد المسيح بواسطة امثال هؤلاء المعترفين الممتازين المشهورين وفي مثل ذلك المجمع المجيد وهكذا تم ما قاله الكتاب في مزمور الاصحاح 119 العدد السادس والاربعون واتكلم بشهاداتك قدام ملوك ولا اخزا في ايام بوليس كرز امام امراء المدينة الامبراطورية ونبلائها بالانجيل الذي كان سجينا لاجله وكذلك حدثا في هذه المناسبة اذ ان الانجيل الذي نهي عن الكرازة به من المنبر نودي به من القصر وما كان معطبرا انه من غير اللائق ان يصغى اليه الخدم والعبيد اصغى اليه رؤساء الامبراطورية وسادتها بدهشة واعجاب وكان المستمعون هم الملوك والعظماء وكان الامراء المتوجون هم الذين كرزوا بالكلمة وكانت العظة هي حق الله السامي وقد قال كاتب انه منذ ايام العصر الرسولي لم يكن هناك عمل اعظم ولا ابدع من هذا الاقرار وقد اعلن اسقف بابوي قائلا كل ما قاله اللوثريون حق ولا نستطيع انكاره وقد وجه اخر هذا السؤال الى دكتور ايك قائلا هل يمكنك بواسطة المحاجة المعقولة ان تفند هذا الاقرار الذي قدمه المنتخب وحلفاؤه فجاءه الجواب يقول لا يمكن ذلك بالاستناد الى كتب الانبياء والرسل ولكنه ممكن من وجهة نظر الاباء والمجامع العامة فعاد السائل يقول لقد فهمت من كلامك الان ان اللوثريين هم داخل الكتب المقدسة اما نحن فخارجها انضم بعض امراء المانيا الى صف معطنق الايمان المصلح واعلن الامبراطور نفسه ان تلك المواد البروتستانتية ما هي الا الحق الصريح وقد ترجم ذلك الاقرار الى لغات كثيرة وتداولته ايدي الناس في كل اوروبا وقبلهم ملايين الناس مدى الاجيال المتعقبة على انه تعبير عن ايمانهم ولم يكن عبيد الله الامناء يشقون وحدهم فاذ اتحدت ضدهم الرياسات والسلاطين واجناد الشر الروحية في السماويات فالرب لم يترك شعبه فلو فتحت عينهم لرأوا البرهان على حضور الله ومساعدته كما قد رأى ذلك احد الانبياء في القديم فاذ وجه خادم اليشع نظر سيده الى الجيش المعادي المحيط بالمدينة والذي قطع عليهم سبيل النجاة صلى النبي قائلا يا رب افتح عينيه فيبصر ملوك الثانية الاصحاح السادس العدد السابع عشر واذا بالجبل مملوءة خيلا ومركبات نار فلقد جاء جيش سماوي لحراسة رجل الله وهكذا حرست الملائكة العاملين في الاصلاح وقضيته كان بين المبادئ التي حفظ عليها اللوثر بكل ثبات وجوب عدم اللجوء الى القوة الزمنية لمساندة الاصلاح وعدم الركون الى السيف دفاعا عنه وقد ابتهج قلبه وتهلل لان امراء الامبراطورية قد اعترفوا بالانجيل ولكن عندما اقترحوا تكوين حلف دفاعي اعلن ان عقيدة الانجيل ينبغي ان يدافع عنها الله وحده فبقدر ما يقل تدخل الانسان بقدر ما يكون تدخل الله عظيما ومدهشا في صالح الانجيل وكان يرى ان كل الاحتياطات السياسية كان مبعثها الخوف غير اللائق والشك الخاطئ وعندما اتحد اعداء اشداء لتقويد اركان الايمان المصلح وملاشاته وكانت الاف السيوف موشكة ان تسل ضده كتب لوثر يقول ان غضب الشيطان قد ثار وهج وههم البابوات الاشرار يتآمرون ونحن مهددون بالحرب فانصحوا الشعب ان يناضلوا بكل شجاعة امام عرش الرب بالايمان والصلاة حتى اذا انهزم اعداءنا بقوة روح الرب يجبرون على ان يجنحوا الى السلام ان حاجتنا الرئيسية وعملنا الرئيسي هو الصلاة لان الناس يعلمون انهم مهددون بالموت بحد السيف ومهددون بغضب الشيطان فليصلوا وفي تاريخ متأخر بعد ذلك اذ كان لوثر يشير الى الحلف الذي كان الامراء المصلحون يفكرون فيه اعلن ان السلاح الوحيد المستخدم في هذه الحرب ينبغي ان يكون سيف الروح وقد كتب الى منتخب سكسونيا يقول ان ضمائرنا لا تسمح لنا بقبول تشكيل ذلك الحلف المقترح فخير لنا ان نموت عشرات المرات من ان نسمح ان تسفك نقطة دم واحدة في سبيل محاماتنا عن حق الانجيل ان دورنا هو ان نكون كغنم تساق الى الذبح وينبغي لنا ان نحمل صليب المسيح فلا تخف يا صاحب السمو اننا بصلواتنا سننجز عملا اكثر مما يستطيع اعداؤنا ان يعملوه بمفاخراتهم انما احرص على ان لا تلوث يديك بدماء اخوتك فاذا رغب الامبراطور في الالتجاء الى المحاكم فنحن على استعداد لان نحاكم انت لا تستطيع ان تدافع عن ايماننا فعلى كل واحد ان يؤمن على مسئوليته ويخاطر بنفسه فمن معتكف الصلاة جاءت القوة التي هزت العالم بالاصلاح العظيم اذ هناك بسكون مقدس ثبت عبيد الرب اقدامهم على صخرة مواعيده ففي اثناء الصراع الذي كان محتدما في اوكسبيرغ لم يكن يمر على لوثر يوم من دون ان يقضي ثلاث ساعات في الصلاة على الاقل وكان يخترها من بين افضل الساعات المكرسة للدرس ففي خلوته وهو في حجرته كان يسمع وهو يسكب نفسه امام الله بكلام كله تعبد وخوف ورجاء كما يفعل الانسان وهو يخاطب صديقا له فكان يقول انا اعلم انك انت ابونا والهنا وانك ستشتت مطهد اولادك لانك انت نفسك مهدد بالخطر معنا ان هذه القضية كلها هي قضيتك ونحن لم نقحم انفسنا فيها الا بارغامك لنا فانقذنا اذا يا ابانا وكتب الى ميلانكيثون الذي كاد الجزع والخوف يصحقانه قائلا نعمة وسلام في المسيح اقول في المسيح لا في العالم امين اني امقط مقتا شديدا هذه الهمومة الهائلة التي تنتابك وتكاد تلتهمك فان كانت القضية غير عادلة فاتركها اما اذا كانت عادلة فما لنا نكذب مواعيد ذاك الذي يأمرنا ان ننام بلا خوف ان المسيح لن يتوانى عن القيام بهذا العمل الذي هو عمل الحق والعدل انه حي ويملك فمن اين يأتين الخوف اصغى الله الى صراخات عبيده فقد اعطى للامراء والخدام نعمة وشجاعة لحفظ الحق ضد رؤساء ظلمة هذا الظهر لقد قال الرب هنذا اضعوا في صهيون حجر زاوية مختارا كريما والذي يؤمن به لن يخزى بطرس الاولى الاصحاح الثاني العدد السادس لقد اقام المصلحون البروتستانت بناءهم على المسيح فلم يمكن لابواب الجحيم ان تقوى عليهم اشتركوا في القناة